تنفذ هيئة تنظيم سوق العمل وبشكل يومي حملات تفتيشية في مختلف مناطق مملكة البحرين تتولى من خلالها العمل على ضبط مختلف المخالفات التي لا تتماشى مع القوانين وتقوم فرق التفتيش التابعة لهيئة تنظيم سوق العمل خلال هذه الزيارات بتطبيق القانون بدقة عالية لإيجاد بيئة عمالية سليمة تتماشى مع مختلف القوانين المحلية والدولية جهود متواصلة وعمل دؤوب ومستمر على مدار العام يقوم به ممثل قسم التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل الذي يتولى عملية البحث والتحري للكشف عن أية مخالفة يمكن أن تخل بنظام القوانين المعمول بها في مملكة البحرين تقوم إدارة التفتيش العمالي بهيئة تنظيم سوق العمل بزيارات تفتيشية مستمرة للتأكد من الالتزام بأحكام القانون وعدم وجود ممارسات غير قانونية ومن خلال زيارتنا اليوم لوحظ وجود محلات غير ناشطة تحتفظ بتصاريح عمل دون الحاجة إليها خلافا للأحكام والقانون وعليه سنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه المخالفات كما نهيب المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق القنوات المعنية لهيئة تنظيم سوق العمل هذه الحملات تتوزع بشكل يومي في مختلف مناطق المملكة لمتابعة سير العمل وضمان عدم وجود مخالفات إدارية وعمالية واحدة من المهام الرئيسية لجنبها مأمور الضبط القضاء هي التأكد من هوية العمال الأجانب والتزامهم بأحكام القانون لذلك على صحاب العمل تأكد مصلاحية تصريح كل عمل وتجديده في الوقت المحدد إضافة إلى ذلك على صحاب العمل عدم استخدام أي عمل غير مسجل عليه حتى لغرض التجريب أو التجربة وإذا تم ضبط أي عمل مخالف راح تكون القرامة عبر عن ألف دينار بحريني عن كل عمل ولا يجوز استخدام خدم المنازل ومن في حكمهم تحت أي ظرف وهي الأمر يعتبر القانون ظرف مشدد تضاعف فيه الغرامة من ألف إلى ألفين دينار جولات تفتيشية يومية يحرص على القيام بها ممثل قسم التفتيش بالهيئة والعمل على تطبيق القانون بدقة عالية لإيجاد بيئة عمالية سليمة تتماشى مع مختلف القوانين المحلية والدولية دور مهم تقوم به هيئة تنظيم سوق العمل وضبط السوق ومكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية والاتزام بقانون الإقامة في المملكة وذلك من خلال حملات التفتيش اليومية سعيا منها للحفاظ على بيئة عمل عادلة وآمنة ومنتجة متوافقة مع معايير العمل في البحرين خول اللي جرينيس، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر